الخبر الأول اللي عدنا عن ديستراك الجديد ما الفافا نبولي أو بالتحديد أن عمر الكيلاني على ياسو ريدر فعمر الكيلاني نزع على قناة هذا الديستراك هو اللي طبعا واضح 100% يقصد ياسو ريدر وطبعا أكيد ياسو ريدر ردوا على هذا الديستراك بعد وقت قصير من نزوله فياسو نزلت على حسابه بالإنستجرام شوية تستوريات كانت يضحكون بيها إنه ليش مشاهدات للأغنية كلش قليلة يعني بساعة كانت جاي بأربعة آلاف أما عن رأيهم فقالوا كأنه الأغنية طالبها من علي إكس بريس يعني نقدر نقول إن الأغنية من الإسبالة عليكم رحطوكم هذه الإستوريات شوفوها اوه كتير مضحكوا واق يا أمي لا دا يس هك خبر صاري واضح مع علي إكس بريس أخوان ها 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 والله ما يختار إذا بدك كنا حين تشوفي عليه طبعا بالنسبة للأشخاص اللي ما سمعوا الأغنية حطوكم ياها بالوصف وبالنسبة للأشخاص اللي سمعوها قيموناااها بالكومنتات الخبر الثاني اللي عندنا عن أنس الشايب وبيسان وموعد نزول أغنياتهم الجديدة وبنفس الوقت شنو راح تكون اسمها فأنس الشايب نزل على حساب بيسان بالإنستقرام شوية ستوريات اعلنوا بها عن اسمي الاغنية واللي رح تكون خف علينا اما عن شوكت رح تنزل الاغنية فعلى حسب كلام انس انه قريبة كلش علي كونين رح اطلقوا هذه الستوريات شوفوه طبعا الحبايب يخف علينا خف علينا طبعا الحبايب هون يتخف علينا قريبا قريبا اه كونوا جاهزين لإلها مع الكنج ومع الكوين ومع حبايب قلبنا طلو حبايب طبعا اكتبون يا حبايب اش قدرتو متحمسين للاغنية وشنوح تتوقعوه انت طلع حلوة او لا الخبر الثالث اللي عدنا عن رد انس واصالة على شهد السمند او نقدر نقول رد المتابعين عليهم فاللي شاف المقطع السابق يعرف انه شهد السمند اتهموا انس واصالة انهم يسرقون من عدهم مقاطر ودليلهم كان هو هذا المقطع اللي سووا قبل 11 شهر وانس واصالة سووا قول يومين وعا اساس انه هذا المقطع هم المخترعين فكرته هم اول من سووه وانس واصالة سووه بعدهم ب 11 شهر ولكن يا حبايب طلعت الحقيقة وطلع انه كلام شهد السمند غلط وهذه الفكرة اساسا هي كانت منتشرة عند الاجانب واللي هو انه تخلي زوجك يجرب الاكل للمرة اللي هي توحمت عليه يعني انه انس واصالة مو سارقين الفكرة من شهد السمند يمكن ما اخذيها بالاجانب على كل ان يكتبوني شو رأيكم بهذا الخبر بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن نور مار والمفاجأة المستمرة يوم وريوم فنور نزل على حسابه بالانستجرام شوية ستوريات اللي اعلن بها عن تصويره واحد من احلى المقاطع عنده بالقناة اللي راح ينزل اليوم السبت وبنسب الوقت طبعا هو قص شعرة فرحتكم الستوريات كلها شوفوها جلادين واخيرا حلقة شعري طبعا بالساعة برتوط بحضو شوي بالساعة وطويلة برتوط معي عليكم بس يعني حلقته شوي جماعة تخير صور باكم فيديوهات قسم بالله قسم بالله احلى بداية من صورة عنده بالقناة تخيقون جاهزين السبت وهيك شي شي نار جد شي نار اشراك اخوي شي نار والله شي كتير فيديوه حلو الخبر الخامس اللي عدنا عن محمد جواني وباريش داد وغيرهم من اليوتيوبر وليش كل هذول اليوتيوبر خسره وعدد كبير من متابعيهم بالانستجرام فمثل ما تعرفون ان جواني قبل فترة وصل مليون وباركنا له باريش داد وصل 700 الف ولكن حاليا جواني نزل من المليون بتلاثين الف ونفس الشيء باريش داد هم نزل ومن اليوتيوبر كان هم شاركين بمسابقة و بهذه المسابقة من الخدمات اللي تقدمها اليوتيوبر انه تزودهم عدد كبير جدا من المتابعين وطبعا دليل على كلامي محمد جواني كان عنده 700 الف قبل ما يدخل المسابقة وحاليا عنده مليون تقريبا ولكن برحة احبايب كانت نهاية هذه المسابقة فللي هذي احبايب هم خسروا متابعين لهذول اشخاص اللي يشتركوا عند جواني وغيرهم مشتركوا حبا بهذول المشاهير ولكنهم كانوا من شروط المسابقة فللي هذي جواني وغيرها خسروا وعدد كبير من المتابعين وحتى جواني طلب حسابي الانستغرام وشرح هذا الموضوع وبس والله هنا وصل نهاية المقطع اتمنى مقطع جابكم نتنسوا وتحطوا لايك تشتركوا بالقناة تشتركوا وبس جانعكم في الزين مقالة مملكة القصص ومع السلامة اشتركوا في القناة